السلام عليكم في هذا الفيديو هنشوف شون احنا نقدر ننصب البرنامج جيميوليتر ايتي ايتي سيكس اللي دي نستخدمه بماندة معماريات الحاصل اول شي احنا هندخل على الصف الخاص المختبر المعمارية هتنزلون للمختبر يشوفون هنا انا هذا البوست اللي موجود ببرنامج هذا البرنامج هاد هاني رافعت الكم اياه على الجوجل درايب وستفتحوه حيطلع هنا ادكم ملف بصيغة ZIP انه ملف مضغوط هذا الملف تقدرون تفتحوه تروحون على هاي ثلاث نقاط بس اول شي احنا رحنا على المختبر على الصف تشوفون هنا الرابط موجود اضغطون عليه من هاي ثلاث نقاط تفتحو Open in New Window حتي يطلع لكم هلامة Download فهذا الشكل طلع لكم لا تضغطون على الستتاب لا لازم انتو تنزدون الملف يلا تبدون تنصبوه قلاب هاي النسخة ترهم للحاسبة 32 نظام الحاسبة 32 ونظام 64 من هنانا عاد تضغطون Download ونحط ضغطون Download حيبدي يطلع ادكم نوتفكيشن انه بده ده ينزل سوفوهيش هنانا نزل هادا الاميولايت نجي نفتحها حيطيك Extract وين انت تفتح هذا الملف طبعا قاني هنانا نزلته وخليته مثلا على الشارشة حتى هسه بس كل اولي Extract 2 تختارون مكان اللي تريدون تخلون بي الملف مثلا انا اختارت دس اكتوب بس ات اوكي غاعدنا نجي على الستتاب على الستتاب او بشي طيك تريد انت تنصبه بيم ولكم هنا انا وين نريد احنا نخليه على غير بعدش نسي Next اسم البرنامج هنانا Next انست فهادي الحالة حيتنصب الاميولايتر شوفوا بسرعة ظهرت نافدة الاميولايتر بعدين فنش هنا احنا كملنا نصيب البرنامج بس بس تضغطون عليه تفتحوا هنفتح البرنامج بكل سهولة تريدون تخلوني نيو احنا ها شرحناها بحاضرة السابقة بس انتو طلبتو هذا الفيديو شون نصبه البرنامج فهنا ندت تريدوني نيو او استدوها هي مفتوحة لكم واجهة جديدة نبدي عاد نكتب الكودات شكرا جديد اذا اكو اي سؤال اي استفسار اي مشكلة صارت اعدكم بالبرنامج تواصلوا وياي على التليجرام ان شاء الله نحل المشكلة لان عدنا تطبيقوا هوايا على هذا البرنامج شكرا جديد